زاني بيقترب النادي الاهلي مقابل اثنين مليون دولار خلال هنشوف بقى هتتم المفاوضات اللي هيتتم الاعلان عنها في الموسم المقبل عمر السلية وعلي معلول بيقربوا من تمديد عقودهم مع النادي الاهلي بدأ كمان بيرامدز او ممدوح عيد المسؤول الحالي او المدير التنفيذي لنادي بيرامدز يبدأ بيحاول يعمل صفقات تبادلية مع النادي الاهلي بيحاول ان هو يرجع العلاقات او مش يرجع هو اصلا ما كانش فيه علاقات يعني ما بين بيرامدز والاهلي قبل كده لكن خلينا نقول ان يعني بيحاول يحسن العلاقات ما بين الاهلي وبيرامدز علشان لو فيه امكانية ان يكون فيه صفقات تبادلية فبدأ شوية المسؤولين في بيرامدز بيرحبوا برحيل براحيم عادل للنادي الاهلي هل ده بقى هيخل المسؤولين في النادي الاهلي ممكن يبقى فيه صفقات تبادلية مع بيرامدز انا عن نفسي ما اعتقدش لكن كل شيء ممكن يتغير وكل شيء وارد في كرة القدم وفي المفاوضات اللي ممكن بتتغير ما بين المسؤولين ما بين وقتل التاني طيب زي ما بيرامدز برضو بيرحب بانتقال ابراهيم عادل وكان فترة من الفترة بالمناسبة بيرامدز كان تفاوضة مع علي معلول وانا كنت قلتلكو الكلام دوت وبعد كده اثير او الناس اعترفت به المفاوضات اللي كانت ما بين علي معلول لعب النادي الاهلي ومسؤولي بيرامدز لكن في نفس الوقت بعد ما فشلت المفاوضات ضئية بشكل كبير وهو كان الخيار الاول للمسؤولين في بيرامدز علي معلول بدأ الاتجاه يروح فين يروح على عبدالله جمعة وكنا قلنا قبل كده هنا في البريمو سواء كنتنا او كابتن محمد فاروق ان في مفاوضات مع عبدالله جمعة اللي رافض يمد التعاقده مع نادي الزمان خلال الفترة اللي فاتت واللي تم استبعاده من معسكر نادي الزمانك بسبب مفاوضاته مع مسؤولي نادي بيرامدز الرقم اللي معروض على عبدالله جمعة يصل الى 18 مليون جنيه في الموسم تاني الرقم اللي معروض على عبدالله جمعة بيصل الى 18 مليون جنيه في الموسم هنشوف بقى هل خلال الفترة اللي جاية هتتم المفاوضات ديت ولا لا على ذكر عبدالله جمعة اصيب اه اخوه اه صالح جمعة بوطر اكيريس واللي كان بيستعد اه يعني لنزول التدريبات في سيراميكا كيلو باترا النهاردة او اه للمشاركة كمان في المباريات لكن طبعا الاصابة اه خلال الساعة اللي فاتت اه فجأته وبالتالي اه حيغيب لفترة اه يعني ممكن لنحية الموسم اه صالح جمعة عن مباريات سيراميكا اه اه